موسيقى 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 الحمد لله والصلاة والسلام على مولانا رسول الله وآله وسبه شعبي العزيز إن التقليد ذكرى ثورة الملك والشعب هي خير مناسبة لاستحضار قيم التضحية والوفاء في سبيل حرية الوطن واستقلاله وهي ليست فقط حدثا تاريخي وإنما ثورة مستمرة تلهم الأجيال المتعاقبة بنفس روح الوطنية الحقة للدفاع عن وطن ومؤسساته ومقدساته صاحب الجلال ملك محمد الساليس تحدث على الانتخابات التي نحن تقريبا خلال الأسابيع المقبلة سنكون مقبلين عليها وبالتالي بدأت صاحب الجلال ملك محمد الساليس القيمة المهمة جدا للانتخابات والتي تعتبر هي السبب في تحقيق مؤسسات وطنية قادرة على قيادة المغرب وعلى استمرار أو استكمال المصار اللي يعرفوا المغرب من ناحية الاقتصادية ومن ناحية الاجتماعية والسياسية وبالتالي كانت هناك رسائل مباشرة للمواطن المغربي في حيث يكون عنصر فعال في تحقيق المستهدفات التي ترغب منها أي دولة الانتخابات هو المشاركة التي ستكون مهمة جدا إن شاء الله ولغادي تساهم فعلا في تحقيق النهضة الاقتصادية المغرب واستكمال المصار التنموي اللي يعرفوا المغرب خصوصا أن الانتخابات هذه السنة النتائج ديالة غا تكون بمثابة بداية لتطبيق ولتنزيل النموذج التنموي الجديد لكي يتضمن مجموعة من المحاور المهمة اللي غا تساهم في إضافة وفي الرافع من مستويات الدخل لدى المناطن المغربي في الانفتاع المجموعة من الاقتصاديات في تحقيق النهضة اقتصادية واجتماعية للمغرب وهذا ما يطمح له المغاربة وعلى رأسهم صاحب الجلالة الملك محمد السادس الذي لديه رؤية ثابتة ورؤية متميزة من خلال هذا النموذج النموذج الجديد وبالتالي أعتقد أن الانتخابات ستكون نقطة مفصالية في تحقيق تنمية المستدامة للمغرب وفي إعادة الثقة في المؤسسات أو إعادة الثقة في المرشحي اللي غا يساهم في بناء مؤسسات ديمقراطية بناء مؤسسات عندها مجموعة من المعايير اللي كتوافق مع الرؤية الملكية كما تأتي قبل أيام من الانتخابات المقبلة تتزامن مع مرحلة جديدة من المشاريع والإصلاحات في إطار تنزيل النموذج التنموي وتفعيل الميثاق الوطني من أجل التنمية وتتميز هذه الاستحقاقات بإجراء الانتخابات التشريعية والجهوية والمحلية في نفس الوقت في نفس اليوم وهو ما يؤكد أمقاً من ممارسة ديمقراطية ونجع البناء السياسي المغربي أيضاً صاحب الجلالة الملك محمد الثالث اليوم خلال الخطاب أشار إلى تلك الهجمات المدروسة الموجهة للمغرب المغرب اليوم يعرف مجموعة من المتغيرات خلال العقدين الأخيرين مغرب متطور، مغرب طاموح، مغرب الشباب، مغرب الديمقراطية، مغرب الحرية والحقوق الحقوق والحريات مغرب يتميز مجموعة من الإيجابيات اليوم للأسف بعض الدول التي كانت تستهدف بشكل مباشر لمغرب من خلال أو تستهدف الاتحاد المغاربي من خلال المغرب باعتبار لمغرب أحد الدول الرائدة وذات الموقع الاستراتيجي المهمة المستوى المغاربي فما يمكنش تحدثوا على هجمات موجهة المغرب إلا بالنظر للتقدم اللي كتعرفون المملكة المغربية وبالتالي صاحب الجلال الملك محمد السيد أشار خلال هذا الخطاب الملكي السامي للهجمات التي كانت فعلا مدروسة وموجهة من طرف بعض دول الاتحاد الأوروبي واليوم صاحب الجلال الملكة حمد السيد أشاريس كي يعبر عنه أن المغرب اليوم هو ليس مغرب الأمس إذن حتى مجموعة من معايير في التعامل مع المغرب اليوم تختلف معايير الضوابات والتعامل مع المغرب لأن المغرب اليوم ليس هو مغرب الأمس وبالتالي هناك مجموعة من المتغيرات من خلال وهو ما تأكد بالملموس في مواجهة الهجمات المدروسة التي يتعرض لها المغرب في الفترة الأخيرة من طرف بعض الدول والمنظمات المعروفة بعدائها لبلدنا فالمغرب مستهدف لأنه دولة عريقة تمتد لأكثر من 12 قرنا فضلا عن تاريخها الأمازيغ الطويل وتتولى أمورها ملكية ومواطنة منذ أزيد من أربعة قرون في ارتباط قوي بين العرش والشاب والمغرب مستهدف أيضا لما يتمتع به من نعمة الأمن والاستقرار التي لا تقدر بثمن وخاصة في ذل التقلبات التي يعرفها العالم إذن كما ذكرت المغرب اليوم نعم مجموعة من الخيرات المغرب اليوم لديها مجموعة من الطاقات والموارد وخصوصا أنها الموارد البشري اللي كيسمح لها أنه يكون من الدول الرائدة وبالتالي ما يمكنش نتقبلوا هاجمات بهذا الشكل وما يمكنش نتقبلوا تعامل بهذا الشكل من طرف بعض الدول التي كانت تحاول إرسال مجموعة من الهجمات المباشرة على المغرب والتي حتى كانت منها التي تمس المصالح الأمنية واليوم صاحب الجلال الملك محمد السليس يبدي الرغبة والعزيمة على استمرار المصار التنموي للمغرب والمصار القيادي للمملكة المغربية ومستوى المغاربي لأنه المغرب بمقاعد استراتيجي بالعراقة دي المملكة المغربية منذ أكثر من ربعات القرون فاليوم ما يمكنش المغرب يتقبل تعامل من هكذا ناظير وبالتالي استوجب على حتى هذه الدول أن تأخذ بعيد الاعتبار أن المغرب لديه المكانة والموقع الاستراتيجي والموقع المميز على المستوى الدولي ورغم ذلك فالمغرب والحمد لله معروف بسمعته ومكانته التي لا نقاش فيها وبشبقة علاقات واسعة وقوية ويحظى بالثقة والمصداقية على الصعيدين الجهوي والدولي شابي العزيز يتعرض المغرب على غرار بعض دول الاتحاد المغرب العربي لأملية عدوانية مقصودة فأداء الوحدة الترابية للمملكة ينطلقون من مواقف جاهزة ومتجاوزة ولا يريدون أن يبقى المغرب حرا قويا ومؤثرا وقليل من الدول خاصة الأوروبية التي تعد للأسف من الشركاء التقليدين تخاف على مصالحها لاقتصادية وعلى أسواقها ومراكز نفوذها بالمنطقة المغاربية كما أن بعد قيادتها لم تستوعب بأن كما أن بعد قيادتها لم يستوعب بأن المشكل ليس في أنظمة بلدان المغرب العربي وإنما في أنظمتهم التي تعيش على الماضي ولا يستطيع أن تساير التطورات وقد أبانت الشهور الأخيرة أن هذه الدول تعرف ضعفا كبيرا في احترام مؤسسات الدولة ومهمها التقليدية الأساسية لذلك يريدون أن نصبح مثلهم من خلال خلق مبررات لا أساس لها من الصحة أيضا رغم الأزمة مع بعض الدول الاتحاد الأوروبي إلا أن المغرب يتعامل بمسؤولية وهذا اللي ربما كان لاحظنا أنه ربما لم يكن لم تكن هذه الدول تابعة الاتحاد الأوروبي تتعامل بمسؤولية مع المغرب واليوم ربما كيأكد أنه تعامل بمثل هكذا طرق ربما كينمي للرأي الدولي الرأي العام الدولي أنه هناك ما زالت هذه الدول غير مسؤولة بالتعامل ولا تحترم الحريات والحقوق ولا المؤسسات الداخلية لأي دولة وهذا الأمر الذي لم يتعامل معه المغرب بالمثل بالعكس ما زال المغرب يحترم كل علاقاته الخارجية وهذا يعبر عن الحجم المسؤولية التي يتعامل بها المغرب وهذا اليوم لذكره صاحب الجل الملك محمد السادس والذي كما ذكرت يبرز أو يؤكد العزيمة والرغبة في استكمال المسارة الماوي وفي استمرار تطور على مستوى المملكة المغربية رغم كل هذه الاعتبارات صاحب الجلالة من خلال خطابه الملكي السامي يعبر عن رغبتي في إعادة النظر في الأسس والضوابط التي تحكم العلاقات ما بين المغرب وبعض الدول الخارجية والتي استوجب أعتقد النوآن الأوان أنه يتم تعامل أو يتم إعادة مراجعة المعايير والضوابط في التعامل مع المغرب مع الباقي الدول الخارجية لأنه ما يمكنش المملكة المغربية بقيادة صاحب الجل الملك محمد السادس ومن خلال المصار التنموي من خلال تطور لكي يعيشوا المغرب أنه تقبلوا مثل هكذا هاجمات ومثل هكذا تعامل الذي لا يلق بالنهج الديمقراطي التي تنهجه مجموعة من الدول الخارجية والتي ربما يستوجب على حتى الدول احترام العلاقات الخارجية وفق منظومة ديمقراطية معينة والتي يحكمها أو يتم من خلال مجموعة من الدوابط والمعايير إذن اليوم أعتقد أن صاحب الجل الملك محمد السادس أرسل رسائل مباشرة وبداية كانت تعلق بالمصار التنموي للمغربة والتي كان أعتقد أن الانتخابات المقبلة ستكون لها دور كبير في تحقيق هذه الديمقراطية أيضا المكانة التي يزخر بها المغرب دوليا استوجب على كل الدول التي تتعامل مع المغرب أنها تتعامل بشكل أكثر ديمقراطي بشكل أكثر مسؤول حتى لا يتم ربما خدش العلاقات ما بين المغرب ودول الاتحاد الأوروبي صاحب الجل الملك محمد السادس اليوم يؤكد أن تربطوا علاقات مهمة جدا ومتينة جدا مع مجموعة من الدول الأوروبية وعلى سبيل المثال الرئيس الفرنسي الذي تربطه علاقة قوية بالمغرب والتي ربما تبرز حجم العلاقات المتينة ما بين المملكة المغربية وفرنسا وعلى نفس النماط هناك مجموعة من الدول التي تربطها علاقات والتي ربما لم تؤثر حتى هذه الهجمات على العلاقات ما بين المغرب ومجموعة من الدول وكما ذكرت المغرب دائما يتعامل بمسؤولية تامة في احترام تام للحريات والقوانين والمؤسسات الداخلية لأي دولة وبالتالي استوجب على الدول الأوروبية أيضا أن تحترم السيادة المغربية وتحترم القوانين الداخلية لدولتنا المملكة المغربية ولا يتم شن هجمات مدروسة والتي ربما ورائها العديد من الأطراف للمغرب فطن لكل الأطراف المشاركة في مثل هكذا هجمات لكن صاحب الجلال الملك محمد الثانيس يؤكد دوما على أنه يقدم المغرب كل ما يملك من أجل ربط علاقات متينة مع الدول من أجل الحفاظ على العلاقات لأن ربما سنوات وعقود تربط مجموعة العلاقات بين المغرب وبعض دول الاتحاد الأوروبي فالمغرب دائما حريص على هذه العلاقات لكن في سياق يحترم القانون يحترم الحريات والحقوق ويحترم حتى الدوابط والمعايير الدولية ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر